افتحوا عقولكم يا رفاقي، كلنا نخشى ما لا نفهمه من رواية الرمز المفقود لدان براون فكرة هذا الكتاب التي نشأت قبل نحو خمس سنوات هي نتاج رغبتي في مشاركة أكبر عدد من الأفراد خبراتي في مجال التجارب الروحية وتفسيري لها إذ أني بدأت منذ سن الخامسة عشرة باختبار نوع من التجارب الروحية يطلق عليها اسم تجارب الخروج من الجسد أو الإسقاط النجمي وهي التجارب التي ترى نفسك فيها خارج جسدك ليتسنى لك من خلالها التجول في هذا العالم أو عوالم أخرى موازية منذ ذلك الحين كنت أتساءل هل التجارب الروحية هي من صنع الدماغ أو العقل؟ هل هي مجرد هلوسات لا معنى لها داخل عقولنا؟ أحداث يمكن تفسيرها بقوانين العلوم الطبيعية؟ أم أنها انعكاس لواقعية أكبر وأعمق من العالم الذي نعيش فيه وتنتمي له أرواحنا السامية فوق المادة؟ رغم أني كنت أختبر تلك التجارب بشكل مباشر إلا أنني لم أستطع تحييد شكوكي حول طبيعتها لم يكن لدي شك بوجود تلك التجارب ففي النهاية كنت أختبرها بنفسي ولكن ما أثار اهتمامي هو تفسير طبيعة هذه التجارب وما تعنيه لنظرتي حول ذاتي والطبيعة ثم معرفة موقف الرحانية والعلم والفلسفة من هذه المسألة أين تقع هذه التجارب في نظرتنا إلى أنفسنا والعالم من حولنا؟ ما هي الطبيعة الأساسية للوجود؟ هل يوجد أي شيء روحي أو غير مادي؟ أم أن العالم المادي هو كل ما هو موجود؟ الإجابة عن جميع التساؤلات السابقة هو ما يمكن أن نطلق عليه الواقعية النهائية وهو ما سنبحثه في هذا الكتاب هناك موقفان رائجان من طبيعة الواقعية النهائية الأول هو ما يخبرنا به العلم أن هذا العالم مكون أساساً من جزيئات صغيرة يطلق عليها ذرات أو أي كان ما يعتبره علماء الفيزياء اليوم الوحدة الأساسية للوجود وأن هذه الذرات وتفاعلاتها هي ما تشكل كل شيء حولنا ليس هذا فحسب بل نحن أيضاً مكونون من نفس تلك الذرات هذا يعني بأن شعورنا بالانفصال عن العالم الخارجي هو وهم فلا وجود لمساحة تسمح لذواتنا الشخصية بالتواجد في عالم كهذا وهذا يعني أيضاً أن وعينا أو تجربتنا الذاتية هي وهم تصنعه أدمغتنا التي هي عقولنا في الوقت عينه فالأدمغة تعمل كآلات بيولوجية معقدة لخلق صورة من الواقعية التي نعيش فيها وإذا كان هذا العالم محكوماً بقوانين محددة وثابتة فعلاً فإن ذلك يعني بأنه قدري قهري لا وجود لحرية الاختيار فيه وأن الموت هو النهاية المحتومة وأن التجارب الروحية والمعتقدات الدينية ما هي إلا مجرد أوهام ناتجة من أخطاء في ترجمة أدمغتنا لأحاسيس أجسادنا يقول الفيلسوف المعاصر توماس ميتزينجر في كتابه نفق الأنا علم العقل وأسطورة الذات من الواضح أن صورة جديدة للبشرية آخذة في الظهور في العلم كما في الفلسفة أيضاً على نحو متزايد يتم دفع هذا الظهور ليس فقط من خلال علم الوراثة الجزائي والنظرية التطورية ولكن أيضاً من خلال علم الأعصاب الإدراكي وفلسفة العقل الحديثة ولكن ما هي هذه الصورة؟ بشكل عام نحن كبشر مجرد آلات بيولوجية معقدة أنظمة معالجة معلومات طبيعية موجهة من خلال ذات وهمية هذه الذات الوهمية وظيفتها التحكم في السلوك والتنبؤ به بالإضافة إلى فهم سلوك الآخرين كل منا يعيش في إدراكه الخاص للواقعية والوعي هو توجيه تركيزنا إلى جزء من ذلك الإدراك نحن نعيش في منظور الشخص الأول داخل إدراكنا في نموذج للذات يتم ترسيخه بقوة المشاعر والأحاسيس الجسدية باختصار فالذات الوعي وحرية الاختيار هي أوهام يصنعها الدماغ هذا يعني أن جميع تجاربنا بما في ذلك الروحية هي جزء من ذلك الإدراك الذي نعيش داخله ولا يمكن لنا الخروج منه أبداً وهذا يعني أيضاً أنه لا أمل لنا في البقاء بعد الموت ولا وجود لشيء خارج الطبيعة ولا يوجد معنى أو قيمة نهائية للوجود هذا الوجود الذي هو مادي واقعي ميكانيكي طبيعي وحتمي حتى وإن كانت هذه النظرة صحيحة سيواجه الكثير من الناس صعوبة في تقبل هذه الصورة الجديدة للإنسان والكون التي ترسمها العلوم والفلسفة الحديثة بل ستخلق أزمة وجودية جديدة لهم يمكن تسميتها الأزمة الوجودية العصبية وهي تعبير حديث عن القلق الوجودي الناتج عن التصور العلمي لطبيعة الإنسان والكون على عكس الموجات السابقة للوجودية فإن الوجودية العصبية لا تنتج بسبب تحدي المعرفة العلمية لسلطة الدين كما في حالة وجودية جيرغارد ودوستويافسكي ونيتشا أو من صدمة الإخفاق الأخلاقي في الأنظمة القومية والعلمانية كما في وجودية سارتر وكامو بدلاً من ذلك تنتج الوجودية العصبية من صعود السلطة العلمية للعلوم الطبيعية والصدام الحتمي بين الصورة العلمية والصورة الإنسانية للإنسان الموقف الآخر المتعلق بطبيعة الواقعية النهائية هو الموقف الرحاني الذي يكاد يكون قديماً قدم تاريخ البشرية ذاتها ففي العصور القديمة كان المفهوم الرئيسي للواقع هو أنما موندي أي الكون الحي واستمر عصر الصحر هذا لعشرات الآلاف من السنين وفيه كان الكون هو الروح والواقع يسير في دورات وهذه الملاحظة جاءت بالاستدلال من إيقاعات الطبيعة والكائنات الحية هذه النظرة كانت تسلم شؤون الكون إلى أهواء الآلهة والتأثيرات للأرواح الحية دون وسيط ولذلك كان هناك تقبل لحدوث الأشياء دون سبب مادي وكانت الظواهر الخارقة من البديهيات ونوعاً من التواصل مع العالم الآخر هذه النظرة الروحية تطورت وتغيرت مع الزمن ورخم اختلافاتها بين المذاهب الروحية والأديان فإنها تكاد تجتمع عموماً على تصور معين للإنسان والواقعية فهي تزعم وجود ذات للإنسان لا تختفي بعد موته فإما تعود للحياة على الأرض في دورات متكررة أو تبقى في انتظار يوم للحساب ثمت إيمان بشيء يتجاوز الذات وهو الإيمان بقوة أعلى بالإله حسب الشعائر الدينية مثلاً أو الاعتقاد بالارتباط الكلي للفرد بالآخرين وبالعالم ككل حسب بعض المذاهب الروحية إذا كان ذلك صحيحاً فنحن ببساطة لسنا مجرد دماغ أو جسند نحن كائنات روحية ذات وعي وإرادة تسكن أجساداً مؤقتة لنخدم غاية ومعنى يفوق وجودنا الجسدي المحدود في هذا العالم الذي هو جزء من وجود أوسع سننتقل إليه بعد الموت وكما يقول الكاهن الفرنسي بير تيار ديشاردين نحن لسنا كائنات بشرية تعيش تجربة روحية نحن كائنات روحية لديها خبرة بشرية وقد تنبأ ديشاردين عودة عالم الروح مجدداً بعد أن يتطور فهمنا العلمي المحدود والضيق بحيث تصبح النظرة العلمية للعالم أكثر شمولية وقد تتجسد مفاهيم طورها ديشاردين كمجال النوسفير الذي يعتبر الأرض كائناً حياً مفكراً ومتفاعلاً وأننا حينها سنمتلك مفاهيماً جديدة للمادة والعقل وبالتأكيد للواقعية كعملية نشطة نتيجة عن تفاعل بين الاثنين وفقاً لهذه النظرة كل الوجود المادي والروحي متصل ومتفاعل مع بعضه البعض والتجارب الروحية وكذلك القدرات الخارقة فيها إحدى الأدلة على الطبيعة الروحية للذات والكون وعدم قدرتنا على رؤية ذلك هو محدودية أدواتنا العلمية وضيق أفق تفكيرنا فأي الموقفين السابقين هو الأكثر صواباً؟ وهل من الممكن لنا معرفة الحقيقة أصلاً؟ وما هي الأدلة على كل ذلك؟ تطور نظرة البشر إلى الواقعية النهائية لا نعرف الكثير عن طبيعة نظرة البشر إلى الواقعية النهائية خلال الحقب الموغلة في القدم ولكن هناك أدلة على وجود السلوك الطائفي واعتقاد البشر أو أشباه البشر في الأفكار الدينية والروحانية منذ العصر الحجري الأوسط أي قبل نحو 200 ألف عام تقريباً على سبيل المثال هناك أدلة على أن إنسان يندرتال كان يقوم بدفن موتاه وإحاطة قبورهم بتشكيلات من الصخور أو النباتات وتعتبر القبور من العلامات الأثرية الدالة على الإيمان بالحياة الآخرة ورغم أن هناك أدلة على كون بعض الحيوانات تحزن على الموت والخسارة إلا أن هذا السلوك هو أكثر وضوحاً لدى البشر ويرتبط بتقوص محددة تشكل بالإضافة إلى الإيمان بالخوارق ووجود المثاق الأخلاقي المفهوم الواسع للدين توجد بعض النظريات التي تحاول تفسير هذه الرغبة البشرية بالوصول إلى شيء يفوق وجودهم فمثلاً بالنسبة إلى إيمانويل كانت فإن نشأة المعتقد الديني أو الرحاني ناتج عن عجز الإنسان عن تفسير الأشياء بالمنطق التجريبي القادم من الحواس لا يخفى أن البشر يولدون مع غريزة فطرية وفضول للحصول على المعرفة والوصول إلى حقيقة وجوهر الأشياء فالعقل البشري دائم السعي إلى اليقين والمعنى في كل ما يدركه حوله لذا عندما كان الإنسان القديم في تلك الفترة المغلة في القدم محاطاً بالكثير من الظواهر الطبيعية التي عجز عن تفسيرها بسبب محدودية حواسه لجأ هذا الإنسان إلى الاعتقاد بوجود قوى خارقة تتحكم في الظواهر الطبيعية وفي حياته وكان هذا الاعتقاد طريقة لمواكبة تلك الأحداث التي بدت عشوائية له وغير قابلة للتفسير بالنسبة للإنسان القديم العاجز عن تفسير الظواهر الطبيعية كان الاعتقاد بوجود القوى الخارقة التي تتحكم في الطبيعة وفي حياته والحل الوحيد على نحو مغاير اعتقد ماكس مولر أن النشأة القديمة للمعتقدات الدينية والروحية هي نتيجة حتمية لتأليه قوى الطبيعة حيث نسبت الكوارث والنوائب إلى الآلهة الغاضبة التي تحتاج إلى الاسترداء لحصد الخيرات والبركة وهذه النظرة قريبة من مذهب الأرواحية وهي الاعتقاد بأن كل شيء في الطبيعة له روح ولما كانت هذه الأرواح غير ظاهرة له اعتقد بأنها متجاوزة للطبيعة أو ما ورائيا كما اعتقد بوجود كيانه الروحي الخاص القريم الذي يمكنه أن يعيش حياة مستقلة تماما عن وجوده المادي بعد الموت بالنسبة للكوارث والظواهر الطبيعية فقد كان البديل الوحيد لتفسيرها هو تركها للصدفة وهذا تصور مخيف لا يمكن قبوله لأنه يعطي شعورا عميقا بالعجز والوحدة في مواجهة المجهول ويقتل فرصة الإنسان الوحيدة في السيطرة على مصيره فحاول إجبار الطبيعة والآلهة على القضوع لأوامره من خلال ما يسمى باستحر وتعتبر هذه النزعد إلى السيطرة حسب جيمس فريزر يدافع الحقيقية لنشأة المعتقدات الدينية والروحية ذهب علماء آخرون مثل سيغمونت فرويد إلى القول بأن نشأة الدين والروحانية سببه نفسي في هذه الحالة هي رغبة البشر في وجود أب حام يمكن الوثوق به بعد أن يلاحظوا جوانب الضعف والتدهر في آبائهم فهم في هذه الحالة يستبدلون آباءهم بالآلهة البشر هم الكائنات الوحيدة الواعية بوجودها أنتج هذا الوعي قلقاً وجودياً لجهلنا بإجابات هامة عن أسئلة مثل من نحن؟ من أين جئنا؟ وإلى أين نذهب بعد الموت؟ وهذا ما يكون بذرة الحالة البشرية التي قد يعمل الدين أو الرحانية على تقديم إجابات مرضية لها ويوفر ذلك الراحة النفسية فهو وسيلة للمواكبة كما تقول مذاهب في علم النفس التطوري بل يذهب بعض العلماء إلى تفسيرات مادية أخرى من الزعم بأن نشأة الدين والرحانية قد ترجع إلى تراكيب في أدمغتنا أو وجود جينات محددة إذا القول بأنها مجرد وسيلة للتعامل مع صعوبات الطبقات الاجتماعية كما يرى كارل ماكس بغض النظر عن طريقة نشأة الأفكار والمفاهيم الدينية والرحانية التي ورثناها من الإنسان البدائي ظلت تلك الأفكار والمفاهيم مرافقة للفكر البشري خلال عصور الحضارات اللاحقة فعلى سبيل المثال كانت الروح أو جوهر الحياة تسمى بأسماء متعددة مثل النفس في اليونانية كار في المصرية وهن في الصينية من المهم ملاحظة أن أفكار الشعوب القديمة عن الروح لم تكن مبنية على أي نماذج فلسفية وعلمية محددة لقد كانت المعرفة في هذه الفترة من التاريخ معرفة دلقائية أو فطرية وكانت تخدم حاجة عملية وليست جزءا من نظرية أكبر تفسر طبيعة الكون والحياة مع وصول عصر الفلاسفة اليونانيين مثل أفلاطون وأرستو تم التعامل مع الأفكار الروحانية القديمة كمفاهيم ضمن نظرية أوسع تشمل الكون بأكمله فمثلا نظر هؤلاء الفلاسفة إلى الروح ككيان غير مادي تمنح الحياة للكائنات الحية وتبقيها بعد الموت الجسدي من الأمثلة الواضحة على هذا الموقف حوارات الثقراط مع تلاميذه قبل انتحاره بتناوله سم الشكران تنفيذا لحكم الإعدام الذي أقره عليه سادة أثناء وتلك الحوارات دونها تلميذه أفلاطون في مخطوطات الفيدو وفيها حاول سقراط قبل موته استخدام الاحتجاج الفلسفي لإقناع أتباعه بحقيقة غلود الروح ونجاتها بعد الموت الجسدي مع بزوغ عصر الأديان السماوية من اليهودية قبل أكثر من ثلاثة ألاف عام ثم المسيحية فالإسلام بدأ تصور جديد للروح ولباقي القضايا الوجودية المرتبطة بالإنسان فقد تركز اهتمام اللاهوتيين والفلسفة المتدينين على دراسة هذه القضايا لتبرير معتقداتهم الدينية إذ برازت الحاجة لمثل تلك التصورات الجديدة في ظل عالم نازلت تسود فيه أفكار وتصورات عمليقة الفلاسفة اليونانية السقراط وأفلاطون وذلك لمواجهة بعض التناقضات والمشاكل التي ظهرت في تلك المعتقدات ككيفية حفظ الهوية الشخصية أو بقاء الروح بعد الموت في العصر الإسلامي وبسبب تشجيع القرآن للمسلمين على السعي وراء المعرفة كفضيلة هامة تقرب الإنسان من ربه ظهرت توجهات دينية للتوفيق بين الوحي المقدس وبين الأفكار الفلسفية القديمة في ذلك الوقت دخلت الحضارة الإسلامية في عصرها الذهبي بينما غرقت أوروبا في الظلام تغير مركز البحث المعرفي في العالم وأصبحت الحضارة الإسلامية هي الوسطة الذي نشطت فيه عمليات الترجمة وتم فيه دمج وجهات النظر العربية والإسلامية بتلك التي كانت موجودة في الحضارات السابقة كالبيزنطية والفارسية والهندية كما أنقذ العلماء المسلمون الكثير من التراث اليوناني الفلسفي وقاموا بكتابة التعليقات على الفلسفة اليونانية وإضافة مسائل جديدة لها مما سيؤثر لاحقا وبشكل كبير على الفكر الغربي ورغم وجود بعض القضايا الوجودية العميقة في المعتقد الإسلامي ضمن المعرفة الإلهية التي استأثر الله بها ولم يطلع عليها أحد كقضية طبيعة الروح إلا أن ذلك لم يمنع اللاهوتيين والفلسفة العربة والمسلمين من محاولة الدمج بين معتقداتهم الدينية ومفاهيم ومفردات العالم الطبيعي والروحاني التي كسبوها من الفلسفة اليونانية والفارسية والهندية لآلاف السنين كان الدين والروحانية هما المراجعة الأساسية للإجابة على الأسئلة الوجودية العميقة للبشر فقد أعطتهم الشعور بأن الفرد جزء من قصة كونية متكاملة بأن لديه قدرا ليحققه وأن بإمكانه التواصل مع القوى الطبيعية أو الآلهة التي تشكل العالم من حوله بأن أحلامه لها قيمة ومعنى تجاوزيا بأن بقاءه بعد الموت مؤكد وغيرها من المعتقدات التي أعانته على البقاء والحياة بسعادة نسبية في كون يبدو موحشا وعدميا كل هذا بدأ يتغير مع حلول القرن السابع عشر حيث وبتقدم العلوم الطبيعية لم يعد بالإمكان استخدام المصطلحات الدينية والروحية لشرح الحياة والظاهر الطبيعية فقد أصبحت الكثير من عمليات الجسد البشري والأحياء الأخرى معروفة كحركات ميكانيكية وتفاعلات كيميائية أصبح الجسد البشري مجرد آلة قد تكون آلة بيولوجية معقدة ولكنها في النهاية مجرد آلة يمكن تشريحها ودراسة أجزائها ويمكن فهم العلاقة بين تلك الأجزاء وطريقة عملها على المنوان نفسه كان ينظر إلى الكون على أنه ساعة عملاقة يمكن اختزال مكوناتها والتنبؤ بكل حركاتها بدقة في هذه المرحلة أصبح فلاسيفة مثل ديكار يساوون بين مفاهيم مثل الروح والعقل فأصبح الدماغ وليس الروح مركز العقل وتعرض مفهوم الروح وباقي المفاهيم الروحانية للتهنيش العلمي وبقيت حصراً في دوائر الفكر الديني والأخلاقي من هنا ولدت مفاهيم بديلة مثل مفهوم الذات كبديل للروح واستبدل التفسير المادي الاختزالي للكون النظرة الروحية الدينية التي كانت تنظر للكون ككيان حي شامل ومتكامل امتد هذا العصر العلمي الكلاسيكي من القرن السابع عشر وحتى منتصف القرن العشرين وفيه تم استبدال التفسيرات الدينية والروحية بالقوانين الطبيعية وكانت صورة العالم هي الكون الميكانيكي المستمد من عصر الصناعة إنه عالم يشكل فيه الزمان والمكان قيمتين مطلقتين تتفاعل فيهما الطاقة والمادة في قوانين حتمية وواضحة عالم مستقل عن المراقبين في ذاك العالم سادت النظرة التي تعتبر مختلف التجارب الروحية أوهاماً يخلقها الدماغ الذي هو مجرد آلة لصنع صورة محدودة من الواقعية وأن كل المعتقدات والفلسفات الروحية ومعها القدرات الخارقة مجرد مخلفات من عصر متخلف في التاريخ البشري مع بدايات القرن العشرين وحتى العصر الحالي عصر المعلومات ظهرت نظريات واكتشافات علمية تتحدى النظرة الكلاسيكية الميكانيكية للكون كالنسبية العامة وميكانيكية الكام والمادة والطاقة المظلمة وظهرت عودة مفاجئة لأبحاث الوعي والبراسيكولوجي لا يوجد اليوم عالم فيزياء حقيقي ينظر إلى الواقعية نظرة كلاسيكية فهذه النظرة أصبحت مجرد تقريب عملي لواقعية أكثر تعقيداً ونسبية في ظل كون نسبي ومتكامل ومحدد من قبل المراقب وأصبح الكثير من العلماء والفلاسيفة يعيدون نظر تدريجياً في الكثير من القضايا الوجودية العميقة لطبيعة الوعي والذات والقدرات الخارقة ولكن لا تزال المادية الاختزالية مهمنة عن الوسط العلمي بأغلبيته حتى اليوم وثقاً لما سوق ذكره تلعب طبيعة التجارب الروحية دوراً مهماً في تشكيل نظرتنا إلى أنفسنا وبالتالي للكون من حولنا فإن كانت تلك التجارب حقيقية أي أنها امتداد لطبيعة أوسع لوجودنا فهذا يعطينا الأمل بأننا لسنا وليس الكون مجرد تفاعلات للمادة بأننا لسنا أوهاماً من صنع الأدمغة ويعطينا العديد من النتائج الأخرى الهامة أما إذا أمكن تفسير التجربة بطريقة مادية واختزالها إلى تفاعلات المادة فهذا يعني بأن النظرة العلمية الفلسفية الحديثة التي تحدثنا عنها سابقاً قد تكون هي الحقيقة بكل ما ينطوي عليه ذلك من سوداوية في صورتنا عن أنفسنا وعن الوجود فهل التجارب الروحية تحصل حقيقة أم هي مجرد خيالات في فضاء العقل الداخلي الذي هو مجرد تفاعلات عصبية داخل الدماغ؟ في البداية يجب أن ندرك أن هناك العديد من الأدلة في العلم والفلسفة على أن الحس البشرية والإدراك لا يمكن الوثوق به تماماً الحقائق الدقيقة عن الذات أو الكون يمكن أن تتشوش في شاشة إدراكنا لأسباب عديدة مثل محدودية الحواس والوقوع في الأوهام والانحيازيات الإدراكية ودور العمليات اللواعية فالقضية التي يجب أن نعالجها أولاً هي إن كانت صورة الواقعية التي نعيش فيها أو التجربة الذاتية قابلة للتشكيك فكيف يمكن لنا القبول بما نراه في تجاربنا الروحية دون أي فحص أو تمحيص؟ هنا سيبرز لنا أهمية البحث في المصادر العلمية الموضوعية لمحاولة الإقراب أكثر من الحقيقة شخصياً لا أعتقد بأن موضوعات الواقعية النهائية كطبيعة الذات والعقل أو الوعي هي ألغاز غير قابلة للبحث من قبل العلم أو الفلسفة وفي نفس الوقت لا أعتقد بأن التجربة الذاتية وحدها كافية لتفسير الظواهر الروحية أو بناء نظرية منافسة للمدية العلمية إن خبرتي في ممارسة التجربة الروحية وبحثي في العلوم والفلسفة منحتني الفرصة للاطلاع على وجهات نظر متنوعة ومتباينة لذا أتمنى أن يسهم عرض تجربتي في استكشاف الواقعية النهائية لتقديم فهم أعمق للمسألة من الناحيتين الموضوعية والذاتية يمكن عرض الجانب الموضوعي لهذا البحث من خلال طرح الأدلة العلمية والفلسفية القادمة من المراجع العلمية أو المبنية على الاحتجاج المنطقي أما بالنسبة للجانب الذاتي فسأكتفي بعرض مختصر لتجارب الروحية الشخصية وبالأخص تلك التجارب التي تشترك في سماتها العامة مع تجارب الكثير من الممارسين للتجارب الروحية التي قرأت عنها في الكتب وفي الإنترنت من خلال مطالعات العلمية وجدت أن التجارب الروحية تتحصل في ظروف مختلفة عن تلك الموجودة في السلك الروحي قد تحدث مثلا بعد تعاطي المؤثرات العقلية أو عند استخدام وسائل تكنولوجية كتصليت المجالات المغناطسية على الدماغ أو عند استخدام خوذة الإله وقد تنتج أيضا كأعراض لبعض الأمراض العصبية كالصراع الصدغي وبعض الأمراض النفسية وهذا يشير بوضوح إلى وجود رابط بين الجهاز العصبي في الإنسان وإنتاج هذه التجارب ولذلك كنت مهتما بالاطلاع على محاولات علم الأعصاب الديني لتفسير التجارب الروحية من خلال المصطلحات العصبية المادية كشفت لي المقارنة بين تجارب الروحية وتجارب الآخرين أن هناك نمطا مشتركا في تلك التجارب هناك عناصر دائمة الظهور كما أن الأحاسيس ووصفها يكاد يكون متطابقا بين جميع التجارب الروحية على تنوعها وهذا قد يدفعنا للانتقاد بوجود نموذج مشترك للذات بين جميع البشر ولقد وجدت ما يدعم هذا النموذج في علم النفس اليونغي من خلال ما يسمى باللاوعي الجمعي وهي معرفة وميول فضرية مشتركة مدفونة عميقا في لاوعي كل البشر تتجسد في الخرافات والأساطير العالمية ويمكن أن تتحصل من خلال ظواهرك الأحلام والممارسات الروحية لابد أن هناك مصدرا لتلك المعلومات المستقاط من التجربة الروحية غير البعد الموارئي ولكن كيف يمكن أن نفرق إن أمكن بين مصادر المعرفة في التجارب الروحية وتمييز إن كانت من اللاوعي الجمعي أم من بعد آخر وأخيرا ما هي طبيعة اللاوعي الجمعي هذا هل هو مدي أم عقلي يتجاوز حدود الزمان والمكان؟ هذه التساؤلات قادتني إلى البحث في الحقيقة الأنتولوجية لللاوعي الجمعي ولقد وجدت صعوبة في البحث عند حصره بالمراجع العلمية فقط فصحيح أن العلم هو الوسيلة الأكثر موثوقية بين الوسائل التي نملكها لاستكشاف الحقيقة في هذا العالم ولكن رغم ذلك يقف العلم عاجزا عندما يتعلق الأمر بالتجربة الذاتية والوعي ففهم طريقة عمل الجهاز العصبي ووضع النظريات حول الطبيعة النفسية للإنسان ليس كافيا وحده لتفسير قضايا كنشوء الوعي أو طبيعة واقعية نهائية هناك أسئلة تتجاوز قدرة العلم على تفسيرها فالعلم يعمل من خلال سياغة الفرضيات ثم اختبارها لمعرفة أيها تستطيع وصف سلوك العالم الفيزيائي بشكل أدق وعلى نطاق أوسع وبالرغم من أن العلم يمكن أن يمنحنا قياسات ونتائج مهمة وأن ينتج نظريات متعددة إلا أنه لا يستطيع دائما تحدد المشكلات المفاهيمية أو الفلسفية التي تثيرها نتائج تلك النظريات أو معرفة ما الذي تعنيه لنظرتنا لأنفسنا وللكون من حولنا على سبيل المثال توضح لنا ميكانيكيا الكم أن السلوك على مستوى الجسيمات الصغيرة جدا يكون عشوائيا ولا يمكن التنبؤ به فهل فكرة أن هذه الجسيمات واعية إلى حد ما تساعد في تفسير ذلك؟ وهل يمكن لعلماء الأعصاب الحديث عن أشياء كالعقل والوعي أو التجربة الذاتية بمفردات الدماغ وتفاعلاته العصبية؟ أحد أكبر الأسئلة في المتافيزيقية يتعلق بالعلاقة بين عقولنا وأدمغتنا ولهذا إذا أردنا أن نفهم الواقعية النهائية يجب أن نخوض في الفلسفة وخاصة المتافيزيقية ورغم أن المتافيزيقية تهتم في الغالب بأشياء خارج العالم المادي كوجود الروح، الهوية الشخصية، الحياة بعد الموت أو المعنى من الوجود إلا أنها تهتم أيضا بطبيعة الكون الفيزيائي تدور الأسئلة المتافيزيقية في هذا المجال حول اكتشافات ونظريات العلوم وتقوم بفحص اقتراضاتنا الأساسية حول ما هي العالم في كتابه العقل ومعنى الحياة يتحدث بول فاغرد عن أهمية ربط الفلسفة بالنتائج العلمية ضمن الاتجاه الفلسفي المسمى الطبيعية فقد اعتقد الفلاسفة قديما بعدم جدوى استخدام الحواس وبالتالي المنهج التجريبي للوصول إلى إجابات للأسئلة العميقة كانوا على يقين بأن هذه الحقائق يجب الوصول لها مسبقا من خلال العقل وحده ولذلك ورغم مرور آلاف السنين على بحث القضايا الوجودية العميقة خاصة تلك المتعلقة بالذات لم يتم التوصل إلى حقائق حاسمة بعد أتصور هنا بأن هذا الاتجاه الطبيعية أو المسج بين الفلسفة والعلم يقدم أفضل فهم لجوهر الذات والواقعية إن هذا النهج الثلاثي التجربة الروحية العلم والفلسفة كان له دور كبير في مسيرتي في استكشاف طبيعة التجربة الروحية والذات والوجود وقادني هذا النهج في النهاية إلى ما أسميه الصورة النهائية للواقعية التي أعتقد بها اليوم هذه الصورة التي هي نسخة من المثالية تقول بأن الوعي هو وحدة أساسية في الطبيعة وأن الطبيعة بأكملها يمكن اختزالها في العقل الكوني غير المقيد بالمكان أو الزمن هذا يعني بأن الوجود بأكمله يمكن اختزاله إلى هذا العنصر الواحد والوحيد وهو العقل الكوني الذي هو الواقعية النهائية إن التحدي الرئيسي في هذه الصورة يكمن في تفسير الكيفية التي تبدو فيها الظواهر المتنوعة الداخلية في النفس البشرية والخارجية في الأجسام والظواهر منفصلة رغم أنها جميعا منبثقة من نفس المجال أو بالأحرى هي صور متعددة لنفس مادة الوجود الأساسية على هذه النظرة تفسير سبب انفصال العالم الخارجي عن أفكارنا وتخيلاتنا لأنه يسري بأنماط وقوانين مستقرة في حين نعيش جميعنا في عالم مشترك وعليها أيضا تفسير التجارب الروحية والقدرات الخارقة والظواهر الغريبة وسبب ارتباط النشاط الفكري بتفاعلات الدماغ العصبية وهذا ما أتمنى النجاح في توضيحه في هذا الكتاب ما وجدته بعد سنوات من البحث أن الإجابة المتعلقة بكون التجربة الروحية نتاجا من العقل أو نافذة للذات إلى عوالم أخرى ليست إجابة يمكن اغتزالها بنعم أو لا بل هي حوار عميق حول المشكلة الإنسانية ككل ودعوة للتعرف بشكل أعمق على ذات الإنسان من الجوانب الجسدية جهاز العصبي والنفسية التركيب النفسي الداخلي والفكرية العقل والفلسفة عندما نبحر في الجوانب الثلاثة تلك لن نستطيع الإجابة على سؤالنا السابق وحسب بل سنتمكن أيضا من فهم أنفسنا وما نعتقد به ككل حول ذواتنا والكون من حولنا والدرس الأهم الذي تعلمته هو أن الإختزالية المادية والدروينية الحديثة التي هي عقيدة وليست علما عجزت عن فهم وتبرير وجود الوعي والتجربة العقلية في الكائنات الحية وبذلك فالصورة العلمية التي ترسمها للوجود سوف تبقى ناقصة مهما زادت تفاصيلها وهذا ما أعتقد أنه النقطة القاتلة في النظرة العلمية الفلسفية الحديثة ملاحظات أخيرة بعد قراءة هذا الكتاب يمكن أن تتوقع الحصول على نظرة واضحة لما تعنيه التجربة الروحية والحصول على تفسير طبيعي لكيفية حدوثها من خلال علم الإدراك، علم الأعصاب، علم النفس التحليلي، ميكانيكيا الكام والميتافيزيقيا وأيضا يفترض أن يكون لديك إدراك أفضل لما يعنيه ذلك حول نظرتنا للذات والواقعية النهائية لن أحاول في هذا الكتاب بناء نظام روحي جديد أو مذهب ما طريقة في الروحانية بسيطة وتعتمد على جوهر الأشياء وليس تفاصيلها كما أن بناء نظام كهذا يحتاج البحث في الكثير من الموضوعات وتطوير الكثير من التقنيات التي لا يمكن إجمالها في كتاب واحد وفي حال أردت بناء نظام كهذا خلال حياتي، فسأسميه نظام روحي خلال تقدمنا في شرح مفاهيم ووضوعات الكتاب، ستتلقى دعوة مستمرة للانتقاد والبحث والتفكر ودعوة تفوقها أهمية للنمو والنطج الذاتي جميع استنتاجاتي الموجودة في هذا الكتاب مبنية للإضافة إلى تجربة الذاتية عن البحث في المصادر العلمية والفلسفية التي حاولت توثيقها بأفضل ما أستطيع لذا فإني أشجعك بقوة على البحث والمطالعة في المصادر والقراءات الإضافية التي سأقوم بتوفيرها في نهاية الكتاب إذ يجب أن لا تتحدد نظرتك إلى نفسك والعالم من حولك بقراءة نص أو سماع كلمة وحسب يجب أن تتمتع دائما بعقلية ناقدة وتصل إلى استنتاجاتك الخاصة المدعومة بالدليل الواضح والمنطق السليم وعليك أيضا في رحلة بحثك الخاصة الاحتفاظ بعقلية منفتحة وفضول مستمر لمعرفة المزيد ونقتراب أكثر من الحقيقة تمنياتي بقراءة ممتعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر